بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين محمد وعلى اهل بيته الطيبين والطاهرين سنقف في هذه الحلقة عند مقطع تاريخي ورد بأسانيد متعددة يحكي في مجمله عن مقطع من سيرة مولانا امير المؤمنين علي بن ابي طالب صلوات الله وسلامه عليه الاطار العام بهذا المقطع يرشد الى اهمية المثابرة والاعتماد على العناصر الذاتية الموجودة عند الانسان للانجاز والعمل والابداع وعدم محبوبية ولا اريد ان اقول الكراهة حتى لا يفهم ان في ذلك كراهة شرعية في خصوص ما اقول الان وان كان وان كان وان كان عكس ذلك يمكن لنا ان نقول فيه بالكراهة الشرعية لوجود روايات تدل عليه لكن في هذه الساعة لا اتكلم عن الكراهة الشرعية لانني لو قلته واستعملت هذا العنوان ساحتاج للتنديل على ذلك بروايات خاصة لان الكراهة لابد ان تستند الشرعية ها لابد ان تستند الى نصوص خاصة او عامة لاقل اقول عدم محبوبية الاعتماد على الغير وعدم محبوبية الخنوع والكسل حتى لو كان الانسان رفيع الشأن حتى لو كان الانسان صاحب مكانة مكانة عليا اجتماعية او سياسية او اقتصادية او عائلية او ما الى ذلك ينبغي ان تكون هذه الصفة وهذه الميزة علامة اساس عنده وهي المثابرة والعمل الدقوب للانجاز للابداع للمساهمة في التنمية الشخصية والاجتماعية دائما الانسان يكون حرك ونشط يعني يكون منتجا لاحظوا هذا المقطع الروائي لاحظوا الشيخ الكليني في الكافي الشيخ محمد بن يعقوب ثقة الجليل يروي هذه الرواية يقول عن عدة من اصحابنا وسبق ان تكلمنا عن العدة وقلنا ان العدة المقصودة هنا فيها من الثقات كعلي ابن ابراهيم وكغيره ولذلك اذا قيله في الكافي عن عدة سواء كان عن الاشعري او عن البرقي او عن الادم هذه العدة تكون مجتملة على مجموعة من الثقات فلا توقف هنا قال وعن عدة من اصحابنا عن احمد بن ابي عبد الله وهو احمد ابن محمد ابن خالد البرقي ثقة جليل يقول عن شريف ابن سابق شريف ابن سابق لم يوثق لم يضعف لكنه لم يوثق عن الفضل ابن ابي قره لم يضعف ولم يوثق وان كان في كتاب الغضائر اشير الى ضعف هنا لكن قيل بان مسبقا بان الغضائر في نفسه ثقة جليل الا ان الكتاب المنسوب على الارجح ليس كتابه ولذلك لا يعتمد على ما ورد في هذا الكتاب اما الغضائر في نفسه فهو من الثقات والاجلا والضابطين وهو استاذ النجاشي اساسا فهذه الرواية ذات تلاحظون هذه الرواية غير صحيحة السند لكن لماذا نعتمد عليها قبل ان اكملها لانه في معناها وردت روايات اخرى معتبرة وان لم يكن بذات اللفظ لكن روايات معتبرة في المعنى مما يعزز اعتبار هذه الرواية لهذا نستطيع ان نقول ما ورد في هذه الرواية لا نقول السند السند غير معتبر لكن ما ورد في هذه الرواية يمكن الاعتماد عليه لماذا لان مضمونه ومعناه ورد في روايات معتبرة مثلا شوفوا لاحظوا هذه الرواية اللي سبق ان اشرنا اليها في بحث سابق مثلا نفس الكلين محمد بن يعقوب يقول محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم الثقة الجليل عن ابيه سبق ان قلت بان اباه ابراهيم بن هاشم القمي وان لم يصرح بوثاقته لكن القرائن تؤكد انه كانت جليل القدر وفي غاية الوثاقة عن ابن ابي عمير الثقة الجليل عن سيف ابن عمير وسلم بياع السابوري جميعا فيهم الثقة عن ابي اسامة زيد الشحام ثقة جليل فهذه الرواية صحيحة السند على الاصح اعتبرها البعض حسنة ولكنها على الاصح صحيحة السند عن ابي عبد الله هذا سند ايضا لاحظوا ايضا 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 سند اخر لاحظوا محمد طبعا لم اذكر المضمون هنا ساذكر المضمون وقول المضمون متوافق مع مضمون الرواية الاولى التي تعرضت لها ايضا لاحظوا هذه الرواية الواردة الواردة في من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق رحمة الله عليه يقول الشيخ الصدوق محمد اللي هو ابنه علي بن الحسين ابن باباوة يقوله باسناده عن هشام بن سالم يعني هو الشيخ الصدوق له سناد اله هشام بن سالم هشام بن سالم هشام بن سالم ثقة جليل يحتاج ان ننظر ان السند الذي يروي بواسطته الشيخ الصدوق ما رواه هشام بن سالم هل هذا السند صحيح الطريق صحيح نعم الطريق صحيح طريق له طريقان صحيحان لاحظوا يقول ما كان فيه يعني ما رويته عن هشام بن سالم فقد رويته عن ابي الوالد الشيخ الصدوق الثقة الجليل صدوق الاول ومحمد اللي هو علي بن الحسين يعني ومحمد بن الحسن ابن احمد ابن الوليد الثقة الجليل معروف عن سعد بن عبد الله وعبد الله بن جعفر الحميري ثقتان جليلان جميعا عن يعقوب ابن يزيد ثقة جليل طبعا والحسن ابن ضريف وايوب ابن نوح طيب عن النظر ابن السويد ثقة جليل عن هشام فهذا الطريق صحيح وله طريق اخر يرويه يقول عن ابي ايضا عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن محمد بن ابي عمير وعلي بن الحكم جميعا عن هشام بن سالم اللي هو الجواليقي هذا ايضا طريق صحيح على الاصح لان في ابراهيم بن هشم فعندنا الان طريقان صحيحان يشيران الى المضمون والمعنى الذي ورد في الرواية الاولى لاحظوا في الرواية الاولى ماذا ورد التي قرأتها وكان فيها شريف ابن سابق والفضل ابن ابي قرأ وقلت كلاهما لم يوثق ما الذي ورد فيها قال عن ابي عبد الله عليه السلام قال الامام صادق يعني كان امير المؤمنين عليه السلام يضرب بالمرو ويستخرج الارضين يعني مثلا بالفاس او شبه ذلك طيب يضرب الارض يستخرج الارضين يعني يحرثها امير المؤمنين على علو مقامه وجلالة قدره يعمل في حراثة الارض بعد يقول وكان رسول الله الان انا ساقف يعني المقطع اللي قلت انه ورد في الروايات الاخرى هو المقطع الاول انه كان يستخرج الارضين يعني كان يعمل لاحظوا كان ينتج وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يمص النواب فيه ويغرسه فيطلع من ساعته طيب وهذا مو محل بحثه هنا التوقف ليس هنا قال وان امير المؤمنين عليه السلام اعتقى الف مملوك من ماله وكد يده الامام علي اعتق لاحظوا اعتق الف مملوك الف واحد ولا عشر ولا عشرين هو الف ما يحتاجون الى قدرات مالية بالاضافة الى ما كان يكده من اجل معاشه من اجل حاجته الشخصية والعائلية بالاضافة الى ما كان ينفقه في سبيل الله من صدقات وغير ذلك بالاضافة الى ما كان يدفعه من زكوات وغير ذلك كان يشتري من ماله يقول لحظوا من ماله وكد يده يعني من عمله كان يشتري العبد ويعتقه كان يشتري الامتة ويعتقها كام اعتقى الف مملوك الف والظاهر هنا الف مملوك يعني مو بس الف عبد يعني رجل وانما من الرجال والنساء الف مملوك اعتق هذا عدد ليس قليل وانما عدد ضخم يعني احتاج الى قدرات اقتصادية فاعتقى الف مملوك هذا مدليل على العمل والكفاح والمثابرة والسعي للانتاج السعي الدقوب والمساهمة في التنمية سواء كان التنمية الشخصية طيب او تنمية الحياة الاقتصادية والاجتماعية العامة لانه حول العبيد الى احرار وهذا جزء يسائل جزء من اجزاء عديدة وكثيرة تؤدي الى تطوير حركة تطوير التنمية في اي مجتمع من المجتمعات لاحظوا هذا الكلام هنا اولا اعتقى الف مملوك وانه كان يضرب بالمر ويستخرج الاراضين يعني كان يعمل يعني كان يحرث وكان يعتق من حر ماله لكن هاي الرواية ضعيفة ماذا نعمل اولا قلت عندنا رواية صحيحة اشارت الى واحد من هذه الافراد التي ذكرتها الان اللي هي الرواية الاولى يعني الرواية الاولى بعد هذه الرواية اللي هي الرواية الثانية في قراءتي في تسلسل قبل قليل اللي رواها محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمر عن سيف ابن عميرا وسلم بيع السابري جميعا عن ابي سلمه عفوا عن ابي اسامة زيد الشحام عن ابي عبد الله عليه السلام ان امير المؤمنين عليه السلام اعتقى الف مملوك من كد يده ها اعتقى الف مملوك من كد يده هذه وردت في عبارة صحيحة يعني هذا المقطع ان الامام علي اعتقى الف مملوك من كد يده هو الذي ورد هناك هناك اعتقى الف مملوك من ماله وكد يده فهذا المعنى الوارد في هالرواية الضعيفة وارد في رواية صحيحة طيب هذا اولا لاحظوا ايضا عندنا هنا ان الامام علي سلامه الله عليه كان يضربه بالمرو يستخرج الاراضين يعني كان يحرص لانه قد يأتي سؤال انه كيف من كد يده لعله كانت تأتي اليه هدايا يعني او اخماص او من الزكاة مثلا او غير ذلك طيب من هنا كانت تأتيه الاموال كانت تأتيه مثلا بعض المنح من رسول الله صلى الله عليه وآله على اعتبار انه كان اخا له وكان نفسه وكان زوج ابنته مثلا كان يوحابيه رسول الله صلى الله عليه وآله لا كان يضرب بالمرو يستخرج الاراضين لمن يقول من ماله وكد يده كد يده يعني شون يعني كان يحرث واحده من موارد العمل عند امير الممني سلام الله عليه من موارد النشاط من موارد الانتاج ها في حياته الاقتصادية انه كان يحرث الارض هكذا كان يعمل ومن هو امير المؤمنين علي ابن ابي طالب سلام الله عليه لاحظوا الرواية الاخرى اللي قلنا ايضا اللي هو الشيخ الصدوق يرويها بسنده عن هشام بن سالم عن ابي عبد الله عليه السلام وقلنا الرواية صحيحة هذه الرواية متعلقة بالمقارنة بين دور الامام علي سلام الله عليه ودور الزهراء سلام الله عليها في الحياة الاقتصادية والمعيشية للبيت والعائلة ماذا كان يفعل امام علي وماذا كان يفعل سيدة النساء فاطمة سلام الله عليها عن ابي عبد الله عليه السلام يقول كان يوم صادق يقول كان امير المؤمنين عليه السلام يحتطب ويستقي ويكنص يكنص يحتطب لاحظوا ويستقي ويكنص طبعا تتمت الرواية وكانت فاطمة سلام الله عليها تطحن وتعجن وتخبز هذا ما يتعلق بالزهراء عليه السلام له بحثه يكنص ايضا في البيت فهذا له بحثه متعلق بالحياة العائلية ايضا يستقي يستقي ايضا متعلق بالحياة العائلية ان الامام علي هو الذي كان يذهب يملأ القرب ماء وكان يأتي الى المنزل ويكنص المنزل كلامه هنا يحتطب يعني الامام علي سلامه عليه كان يذهب الى المزارع من جانب كان يعمل ويحرث ومن جانب اخر ايضا كان يقطع الاشجار ها ويجمع الحطب هنا يحتطب هل كان يأتي به للدار او انه كان يبيعه ايضا مش شر ولم تشر لذلك لعله لعلك عبارة جاءت جاءت هنا في سياق ويستقي ويكنص لعله لعل ذلك يكون قرينة على ارادة خصوص الاحتطاب للمنزل لكن الشاهد اين ان الامام عليه هو بنفسه مو فقط كان يذهب الى السوق يشتري الحطب هو بنفسه عليه الصلاة والسلام كان يحتطب يعني يروح الى المزرعة ويقطع الاشجار طيب الاحتطاب في ذلك الزمان عمل ومثابرة لان كثيرين كان معاشهم يعتمد على عملهم في الاحتطاب في الروايات عندنا مثلا اللي هو متى ابو يونس النبي لله يونس ابن متى كان نبينا ايضا متى عندما ذهب اليه نبي الله داود ونبي الله سليمان عليهم الصلاة والسلام ها الرواية تقول ماذا في الرواية ان 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 داود عليه الصلاة والسلام طلب من الله سبحانه وتعالى ان يريه من له منزلته في الجنة يعني الله سبحانه وتعالى اخبر نبي الله داود ان هناك انسان له منزلتك في الجنة يا داود فطلب ان يرى فدله عليه قال ذلك متى له ابو يونس ابن متى ابو نبي الله يونس ابن متى ذنون فذهب اليه سأل عنه فقالوا يحتطب وكان هكذا عادته الان انتظره حتى جاء يمضي الى الجبال يحتطب يأتي بالحطب الى السوق يبيع الحطب يشتري بالحطب شعيرا او قمحا او كذا ويمضي الى داره يطحنه ويعجنه ويخبزه ويأكله كان معاشه كان معاشه معتمدا على الحطب الذي يحتطبه طيب فاذن امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لاحظوا هنا الروايات تقول ان الامام علي عليه الصلاة والسلام كان يحتطب ماذا واحد اثنين يضرب بالمرو يستخرج العرضين ثلاثة كان يعمل يعني كان يعتق من ماله وكد يده طيب شنو هذا يشير الى ماذا هذا يشير الى المثابرة يشير الى العمل يشير الى الانتاج لاحظوا نحن هنا ماذا نحتاج نحن هنا نحتاج دائما الانسان يحتاج الى ذلك يحتاج ان يكون دائما العمل والانتاج دائما الانجاز مثابرا معطاء طيب مهما كانت له من مكانه بعض الاحيان الانسان لان له مكانه مرموقة طيب يتعاجز عن ان ينتج يتعاجز عن ان يعطي يتعاجز او يتثاقل من ان يمارس الاعمال التي فيها حياته وحياة عائلته والمقربين منه هنا الرواية تقول امير المؤمنين على جلالة قدره يذهب الى المزارع يحتطب امير المؤمنين على جلالة قدره يأتي يذهب الى المزارع يضرب بالفاس حتى ينتج ويعمل وعندنا في الروايات انه بعد رسول الله صلى الله عليه وآله مضى جمع من الصحابة الاجلاء الى امير المؤمنين صلى الله وسلم وعليه كأنما كان عندهم قضية معه يعني كأنما يرد يسألون السؤال وغير ذلك فمضوا الى مضوا الى اليه واذا هو في المزرعة يحرث هناك ويزرع ويسقي ويقرأ هذه الاية افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا وانكم الينا ترجعون اقرأ هذه الاية في حالة من ال في حالة روحانية عالية سمعوا هكذا تركوا ورجعوا يقول كان يعمل يقدح يكافح بل رسول الله صلى الله عليه وآله لاحظوا في الرواية رسول الله صلى الله عليه وآله الرواية وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يمص النواب فيه ويغرسه فيطلع من ساعته يعني كان يعمل كان ينتج كان ينجز يعني رسول الله صلى الله عليه وآله عندما يقول هنا كان يمص النواب فيه ويغرسه فيطلع من ساعته هذا ترى مو اشارة ان هذا الكلام لم يكن اشارة الى الى ماذا لم يكن اشارة الى اه جانب اعجازي انه لانه يضعه فيه كان يخرج من ساعتي مو فقط لهذا الامر هذا لا كلام فيه لكن الكلام اين ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يعمل وكان ينتج طيب باستمرار وفي هذا الشام روايات متعددة ايضا يمكن لنا ان ننظر فيها طيب يعني شوفوا ادنها الرواية له ابو عمر الشيباني قال رأيت ابا عبد الله عليه السلام وبيده مسحات وعليه ازار غليظ يعمل في حائط له والعرق يتصاب عن ظهره فقلت جعلت فداك اعطني اكفك او اكفك طيب قال اني احب وان يتأذى الرجل بحر الشمس في طلب المعيشة ان شاء الله نأتي الى مزيد الكلام وصلى الله على محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة